المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الجمهورية المسر العربية الشقيقة معالي وزير الطيران المدني الوفد الكريم الضيوف الكرام السيدات والسادة مرحبا بكم لمغدشو إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نجتمع هنا اليوم في مطار آذن عبد الله الرسمان الدولي في العاصمة مغدشو للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وهي افتطاح خط طيران مباشر بين جمهورية الصومال الفضرالية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وهذا الافتطاح تأكيد للأولوية التي تقضى فيها الصومال لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة ويطيب لي أيضا أن أتقدم بخالص الشبر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا وتحت قيالة فقامة الرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي لا يالوجودا في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ولا يفوتني أن أهنعكم معالي الوزير معالي الوزيرين على تعيينكم للمنصبة الجديدة متمنيا لكم التوفيق والنجاح في أداء مهامكم السامية كما يسرنا أيضا أن تكون الصومال من أولى من أولى محقاتكم الخارجية لما عليكم ووفدكم الكريم هي إلى بلدكم الثاني الصومال وهذا الاهتمام من معاليكم دلالة على حرسكم التي تولونها إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إن الدورة الرياضي الذي لعبته جمهورية مصر العربية في دعمها لموقف الصومال وسيادته وربطة أراضيه إزاء تهكات الحكومة الاثوبية ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها على انتقاص من السيادة الصومال يؤكد عن غلاق الأخوية بين البلدين الشقيقين وأكدت جمهورية مصر مجدداً موقفها الرافض للتجاوزات الاثوبية باتصال أجراه الرئيس الصومالي الدكتور حسن الشيق محمود مع النظير المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن إنشاء هذا الخط للطيران المضاشر وتدشينه اليوم يدل على التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ولا شك أن هذا الخط الجو الجديد سيعزز الاقتصاد بلدين وتمثل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي مما سيسهم في تعميق العلاقات الثنائية وتدورات المشتركة لشعبين إن هذا الخط الجو المباشر هو أيضاً رمز للعلاقات الدبلوماسية القوية والعاميغة بين الصومال ومصر وهو يعقل سرويتنا المشتركة للسلام والاستقرار والإزدهاب في منطقتنا ونحن على ثقتنا من أن هذا الافتطاع وهذه المبادرة ستؤدي إلى زيادة التعاون والتنصير بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك إننا في الصومال متحمسون للفرص التي سيخلفها هذا الجسر الجوي المباشر ونحن مرتزمون بتحقيق غرسة نوعية تجاه العلاقات الصومالية المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 السياسة اسمح لي اخي العزيز ان اتقدم للصومان حكومة وشعبا وباسمي السيد الرئيس بكل عبارات التهنئة بمناسبة احتفادكم مؤخرا بعيدا باستقلال وايضا نقدم التهنئة بالصومان الشفيق لانتخابه لأدوية مجلس الامن وليسا ستبدأ ان شاء الله في يناير القادم ونحمل رسالة تعمل كاملة للصومان وان شاء الله تكون عضوية قوية في مجلس الامن وانا اتمنى كل المجاع وخط التوفيق في هذه من خلال وديتكم في مجلس الامن السابق الحرور احد عزيز كما تعلمونا وكما ذكرتم المنطقة تمر بتحديات الجسيمة وهناك مشاكل وعزمات تتطلق منا ان تضاف وان ما تشاور بشكل وثيق للغاية لتلفية التعامل مع هذه الزمات من خلال الرصيد التاريخي لقدر من خلال فبرارنا المتبادلة والمستبادة بشكل مختلف القضايا وبتضافة الى التأكيد الى مبادئ ومبادئ عدم التدخل في الشأن الداخلي من الدول ومن هذه المناسبة أود أن أؤكد حرص مصر الكامل وتعملها الكامل لوعدة الصومار ووعدة هربي واستقلاليات ورفض مصر القاضي لأية إجراءات أحيانية من شأنها المساس باستقلال الصومار وسيادته ووعدته التقليل وقد كانت مصر كما تعلمون وهبرت تاريخ قويل على مستعيدة دائما وحريصة دائما بكل سلوك على دعم الصومار ودعم استقلاله لا ننسى أن مصر ضحط مدمان أحد شهدائها الشهدات المصرية الشهيدة المصري كمان الدين صلاح عضو الأجلس الاستشاري لدى الصومار ولازم فترة فيه تغيير إرهابي في مقدشه عام سبعة وخمسين ولكن هذا لم ينمع مصر من الاصرار في دعم استقلال الصومار وكانت مصر من قوائد الدول التي عيادت استقلال الصومار ودعمته والآن هناك أفاق أرحب مع تدشين هذا الخط الجو الجديد مع التعامل في المجالات الانمية في المجالات التفاقية في المجالات العسقرية في المجالات التدريف ومن خلال توصف الإقراض السياسية المشتركة في البلدان بالتأكيد سنعمل على مصرح هذه الراحات لأفاق الأرحب ونحن ندعم القيادة السياسية السومانية وندعمها في أمالها وفيد ومحاولها لتحقيق تطلعات الشعب السلماني الشقير والحفاظ على وحدة السومان الوزيرات عقدت أنا وأخي معاني الوزير أحمد معلم فقه كما عقد معاني الوزير ومعاني الوزيرة في الدوس بقصد دقاءات ثنافية تحدثنا في مناخ الشديد الإنجامية وما قلت بسرعة السادات وروح التفاهم تم خلال أثير مباعتات الأعراب عن اهتنام نصر تعزيز السومانية مع السومان الشقير في كافة المجالات وتوقيت مطر التعاون الثنائي وواصل الموارد السياسي بناء على متى تشينه من إنجازات خلال السنوات الماضية أخي معاني الوزير في الختام أود أن تشين بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السومان في كافة المجالات خاصة في مجال الأجل وتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية تحقق فيها كلمة والرشيدة لمطابة الرئيس حسن من الشيخ محمول الذي كان نكرها الانتخاب السوماني من مدة خمسة وعشرين وعشرين ستة وعشرين في مجلس الأمر وهو ما يمثل فرصة مواتين للسومان في الدفاع عن المصالح الصومانية أسعدني وشرفني لقائم معكم يوم في هذه الزيارة الهامة والتي لن تكون مفيرة من موقعها وإننا أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق مع الصومال وبين ملدان الشفقين لما ينبي أطلاعات وطموحات الشعبين وينفذ الأراضة السيالية والمجهات المفاعة للسل نتمنى كل التقدم لكل الخير وكل الإستهار للشعب الصومالي والشهير ومجد الترحيل بلدو في بلد الثاني مصر ونحن على ثقة كاملة من هذه السيارة هي مجرد لبنة في بناء كبير لدعم وتطوير العلاقات وتعزيز التفاهم بيننا نريد تحقيق المزيد والمزيد خاصة كما ذكرتم في مجالات التجارة ومجالات السمار إن شاء الله التطاع المسقي سيكون لدورة أكثر نشاطاً في دعم عملية التنمية مصر قيادة الحكومة وشعب ستستمر في الحقين كل الدعم الممكن من بناء القدرات والتدنيج وخلافهم نتمنى كل التوفيق والسلام وأشكركم مرة أخرى على حقاوة الاستقبال الذي هو ليس بريد عن شعب المديار هو الشعب السماري الشطير شكراً أخراً عزيزاً شكراً للعالية والدورة الخارجية والإن وشمال المصريين الخارجية والدكتور بجر عبد العاطي الآن أقول كنا لبعالية الوزيرة فردوسة ووزير ديار المدني شكراً شكراً لكم الآن وحسناً لكم نعم نعم شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة